بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنستكمل الكلام اللي كنا بنحكي عليه في الستوك فأنا قلت إن أنا بقدر من إني أقدر لو أنا أغلقت هذه الشاشة بقدر أجيب الستوك من أول بوتوم في الستيبس اللي موجودة قدامي فبيقول لي إن أنا عندي الماتيريال اللي أنا أشغالها على البلوك اللي موجود قدامي اللي هو الليمث 5 إنش والويتث 4 إنش والثيكنس 1 إنش طيب كده أنا موافق على هذه الأبعاد موافق طب لا أنا مش موافق على هذه الأبعاد وعايز أغيرها ببساطة بنروح نقول له لا أنا عايز إن ده يكون برضو الجزء اللي عندي مربع فهو 5 إنش في 5 إنش خلاص طب لا الثيكنس لا مش هيكون 1 إنش ده هيكون 2 إنش وهقدر إيه كده أغير إيه الأبعاد قايبة كده غيرت الأبعاد نعم أنا كده غيرت الأبعاد اللي عندي بنقل على السكرين اللي بعد كده إنت لو لاحظت طبعاً قبل ما نقول إيه الأبعاد اللي موجودة قدامنا إني هنا أغيرت الأبعاد اللي موجودة قدامي أصبح الشكل مربع إني إيه اللي حصل إني إنا خليت اللينث 5 والويتث 5 فهل أنا قدر أتأكد من دقاء طبعاً هنيجي نلاقي بعد كده الديمينشنز ونعرف منها إن إذا كانت الأبعاد دي صحيحة أم خاطئة وإن شاء الله هنستعرض لكل المونيز المختلف خليني أرجع معاك للستوك ماتيري لبقى احنا أخذنا للستوك دايمينشنز ونيجي للماتيري بيقول لي أن أنا عندي هنا what type of material is the stock الستوك بتاعك هو الستوك يعني لها المادة الخامة اللي أنا أبدأ أعمل عليها عملية تشغيل بيقول لي الستوك ده هيكون من إيه من الألمونيوم أو هيكون من الماتيريوم شو بقى أنت عندك هنا ماتيريوم يعني هنا هو جيب لي تقريباً معظم الماتيريوم اللي ممكن نعمل عليها عملية بدءاً من الماتيريوم من الألمونيوم من الكاست ستيل من البرونز براس ستان ستيل ونحن هتجت كل الماتيريوم اللي من الممكن أن ننتهي وفيه لايبرز أخرى نقدر إيه نبقى نفتحها ونشوف إيه فيها إيه الماتيريوم المختلف فيه زينك وفيه الألويز المختلف هتلاقي فخلينا إحنا نشتغل على الألمونيوم شوف يقول لك إيه